ده مشروعنا اللي شغالين فيه وده بيت الجار شايفين الاكل ده وغيره كتير يوميا يوميا الجار يبعت لنا الغدي بشكل مختلف ومش بس الغدا كمان ده ما بعد الغدا من شاي من حلويات من جهوة جميع اصناف الاكل كل يوم توصل عندنا الموقع وكمان بيطلع الاكل بشكل يليق بافخم الضيوف اللي جاي عنده مع اننا طبعا شغالين وازعاج غصبا عندنا يعني ولكن الجار يوميا يوميا بيطلع لنا افخم الاكل اللي موجود عنده وده طبعا انا اعمل حتى اكشن كده ان انا باشرب الجهوة ومستمتع يعني هو العبرة في الموضوع ان الجار ما يعرفش المالك ولا المالك اللي احنا شغلين معاه يعرف الجار نهيا ولا شافوا بعض فده خير مثال فعلا ان الدنيا لسه بخير واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالواردين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا اشتركوا في القناة